حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة اليوم نعيش مع النصيحة الثانية عشرة في سلسلة أهم ثلاثين نصيحة للبدء بحفظ القرآن العظيم الحقيقة اليوم يعني أنا سأتناول الموضوع بشكل مختلف لأن تأثير القرآن لا يقتصر على الإنسان أثناء حفظ القرآن أو تدبر القرآن بل يبدأ من الجنين يعني عندما كنت جنينا في بطن أمك وكان يقرأ القرآن من حولك كنت تتأثر بصوت القرآن وهذه دراسات علمية حديثة أيها الأحبة فقد أثبت العلماء أن الجنين في بطن أمه وبعد الليلة الثانية والأربعين يبدأ بالتفاعل مع المؤثرات الخارجية ثم يتأثر بالأصوات التي يسمعها وهو في بطن أمه ولذلك يجب على كل أم أن تسمع جنينها شيئا من القرآن معلومة لطيفة جدا أيها الأحبة لذلك يجب أن تحفظ القرآن ويجب أن تحفظ القرآن أخت المؤمنة لماذا؟ لأن أولادنا يتأثرون بالقرآن العظيم ويتأثرون بكلام الله عز وجل ولذلك لا بد أن نحفظه في صدورنا لنتمكن من إيصال هذا القرآن لهم ولو عن طريق تلاوة القرآن بحيث يسمعون هوهم صغارا يعني حتى أن الطفل طبعا يتأثر في الكبر الأثر هذا يبقى حتى أثناء الكبر أيها الأحبة يعني التجارب التي أجريت في الغرب أجريت على أناس أو أطفاء أو أجنة يستمعون للموسيقى فوجدوا أن هذا الطفل بعد أن يولد يتجاوب مع الموسيقى التي كان يسمعها وهو في بطن أمه نحن نريد أن نستغل هذه الميزة في حفظ القرآن يعني أنت إذا أردت أن تحسن لابنك لابنك ابدأ معه منذ أن كان جنينا في بطن أمه لا تنتظر حتى يكبر ويبلغ إلى آخره لا ابدأ معه منذ أن كان في بطن أمه وسوف ترى الفرق فرق كبير سوف ترى بعد الولادة تستمر في ذلك خلايا الدماغ تتأثر وتستمر يستمر التأثير خلايا القلب كل هذا يتأثر بكلام الله فتكون بذلك قد هيأت طفلك منذ أن كان جنينا لحفظ القرآن في المستقبل لماذا؟ لأنهم كما وجدوا أنه ألف وأحب الموسيقى التي كان يسمعها كذلك عندما كانت الأم تستمع للقرآن والطفل لازال جنينا في بطنها فبعد أن يكبر سيحب هذا القرآن لذلك هذه المعلومة أنا أتصور أنها مهمة جدا لمن يريد أن يحفظ القرآن عملية حفظ القرآن أيها الأحبة لماذا معظمنا يفشل فيها؟ لأنه لا يراعي هذه الجوانب لأنه ينظر إلى القرآن ككتاب عادي أريد أن أحفظه أفتخر أمام الناس أنني أحفظ القرآن هذا كل ما في الأمر فلا يحفظ وإذا حفظه سينسى بسرعة لذلك ينبغي أن تتأمل فوائد القرآن فوائد الحفظ فوائد التدبر ينبغي أن تعتقد أن هذا القرآن هو الشفاء لك ولأسرتك أيضا ينبغي أن تعتقد أنك عندما تقرأ القرآن أنت تكلم الله عز وجل لأن الله يقول واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون كيف أذكر الله بتلاوة القرآن إذن عندما أذكر الله الله يذكرني من أنا حتى يذكرني الله عز وجل فهذه النظرة ينبغي أن تكون موجودة لديك وأنت مثلا تقرأ آية من القرآن على سبيل المثال الله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون عندما أقرأ هذه الآية ينبغي أن أدعو الله أن يرزقني حفظ كتابه الكريم أن يكون في صدري أن أكون من الذين قال الله فيهم بل هو آيات بينات في الصدور الذين أوتوا العلم فأنا أتمنى أن أكون من هؤلاء الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الذين أوتوا العلم حقيقة أتمنى أن أكون من الذين رضي الله عنهم كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه أتمنى أن أكون من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الإيمان يزداد طيب معظمنا لا يشعر بزيادة الإيمان لماذا؟ لأننا لم نفهم ما نقول عندما تدرك أبعاد الكلام الذي تحفظه وتستمع إليه وتتدبره سوف يخشع قلبك وتشعر بزيادة الإيمان يعني مثلا أيها الأحبة الإعجاز العلمي وسيلة رائعة لزيادة الإيمان لأنك عندما تدرك أن الله عز وجل أنبأنا مثلا عن مراحل تطور الجنين نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره ونرى هذه المراحل أمامنا ونرى كيف العلم يكتشف هذه المراحل أنا أولا فهمت الآية أكثر ازددت خشوعا وأحببت القرآن أكثر وأصبح القرآن هو الشغل الشاغل لي في حياتي لذلك إذا أردت أخي الحبيب أن تكون من القلة القليلة التي اختارها الله واصطفاها لكي يمنحها هذا الكتاب فيكون هذا الكتاب في صدورهم يجب أن تجعل القرآن رقم واحد بالنسبة لك أن تكون حياتك كلها القرآن طيب حبيب عليه الصلاة والسلام نجح ماديا ومعنويا واجتماعيا وعسكريا وقياديا وفي كل نواحي الحياة كان ناجحا طيب ما هو السر عندما سئلت السيدة عائشة قالت كان خلقه القرآن كان قرآنا يمشي على الأرض هو فقط طبق القرآن هذا كل ما في الأمر فوصل إلى هذه المرتبة العليا فنحن نحاول إذا أردنا أن نكون مثل هذا النبي الكريم إذا أردنا أن نقتدي بهذا النبي أن يكون هذا النبي الكريم قدوتنا ينبغي أن نتخذ القرآن سبيلا لنا في هذه الدنيا أن يكون القرآن كل حياتنا أن يكون هذا الكتاب العظيم هو الشغل الشاغل بالنسبة لنا في هذه الحالة يمكن أن نصل إلى هؤلاء الذين مدحهم الله في كتابه عندما قال إنما يخشى الله من عباده العلماء إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل نصيحة جديدة ومعلومات جديدة إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق